قلعة شلة فتحت أمام العموم نعم فما هي شلة بالنسبة للمغرب تاريخ المغرب ثم بالنسبة للرباط فعلا تفضلت بالسؤال عن رباط شلة أو موقع شلة الأتاري اللي هو في الحقيقة النواة الأولى لمدينة رباط الفتح بذفتها أو مدينة سلا بذفتها يعني مدينة مصب نهر أبير قراق النواة الأولى لهذه المدينة يعني أول آتار التي ظهرت في الرباط أول آتار توجد داخل موقع شلة الحالي الأستاذ أعتيق نبدأ أولا بالإسم المصطلح الإصطلاح للإسم الإسم شلة هو في الأصل سلا سلا اللي كانت بعض القبائل أمازيغية من قبائل مكناسة يعني من منطقة الأطلس المتوسط خاصة مدينة مكناس حاليا قرب مدينة مكناس كانت تنطق السينة فعوض أن تقول سلا كانت تقول شلة أو شلة ومن هناك في المصادر التاريخية لحد الآن تكتبوا شلة بشين لام تمربطة شين لام ألف ممدودة شين لام ألف محصورة ومن بعد عدت حدث النقاط وقد عدت رجعت النقاط واللي كانت في الأصل سلا أو سلا إذن هذا بالنسبة للإصطلاح للإسم ولذلك أصبحت اليوم تعرفوا بموقع شلة لتمييز بينها وبين سلا الضفة اليمنى المدينة المدينة الضفة اليمنى والسلا الحقيقية أو الأولى المدينة الأولى المدينة الرومانية الأولى التي كانت تقعف في موضع موقع شلة حاليا كين أتار كين شلة لازالت الأتار داخل الأصوار المارينية الحالية لأن عندما نمر بالقرب من شلة لا نرى من خارج موقع ديالشلة إلا أصوار إسلامية متوسطية ترجع إلى العهد الوسيط وهي مارينية ولكن داخل هذا الموقع عندما ندخل إلى هذا الموقع ونقوم بجولة داخل هذا الموقع نرى بأنه هناك آتار أو بقايا لآتار رومانية وآتار موريا وآتار موريطانية ترجع إلى فترات ما قبل الفتح الإسلامي إذن نرجعه باش نمشيو باش سنة مشيو خطوة بخطوة إذن شالله في الأصل كانت فقط مرفق أو ميناء صغير ميناء ميناء صغير ميناء نهري ميناء نهري صغير و ليست في حجم النسيج الحضاري الداخل بالقرب من هذا الميناء لم يرقى إلى مستوى مدينة بل كان فقط مرفق صغير تجاري تقوم فيه القبائل المحلية الأمازيغية التي كانت تسكن المصب أو قرب المصب بالتبادل التجاري مع الفنيقيين إذن كان مرفق فنيقي ثم قرتاجي ثم روماني وهذا المرفق الروماني هو الذي سيتحول إلى مدينة رومانية في بداية القرن الأول وبالضبط 21 ميلادية 41 عفوا 41 ميلادية إذن في 41 ميلادية تأسست ما يعرف بالمدينة الرومانية التي كانت تعرف في المصادر التاريخية والتي ما زال اسمها الآن محفور في واحد الرخام داخل موقع شلة S-A-L-A سالة مكتوبة بالرومانية باللغة اللاتينية يعني من اللغة اللاتينية إذن S-A-L-A إنو بسالي وليس سالي يعني هل لك تتعرف اليوم بل سالة مثل ما تنطقوا باللغة العربية الآن فإذن هذه هي سالة الأصلية إذن سالة الأصلية تتقوا على الضفة اليسرى وليس على الضفة اليمنى إذن هذا هو المراحل الأولى ما قبل الفتح الإسلامي الموقع شالله أما بعد الفتح الإسلامي تحولت هذه المدن مثل باقي المدن الرومانية وباقي المدن البيزنطية التي فتحها العرب المسلمون تحولت إلى مدن يقدنها المسلمون فعرفت بعد التحولات داخل المدينة مثل بناء الحمامات مثل بناء المساجد بعض المرافق التي لم تجلبها معهم العرب المسلمون في ثقافتهم وحضارتهم وكذا ولكن لم ترقى إلى مستوى حي جديد أو توصيع للمدينة بقوغي داخل الأسوار الرومانية الأولى الفتح الإسلامي يعني عهد الدولة الأموية ثم عهد الدولة العباسية الأول إلى عهد الدولة الإدريسية يعني احتل عهد هارون الرشيد يعني إن شاء الله وكبت العهد الإدريسي أو الإدريسي أنا جايك من الدولة الأموية ثم الدولة العباسية إلى العهد هارون الرشيد الذي جاء فيه بعد معركة الفخ فر إدريس الأول إلى المغرب الأقصى وأسس ما يعرف بالدولة الإدريسية بفاس بزرهون ومن المدن التي كانت تابعة للدولة الإدريسية سلا مدينة سلا يعني شال حاليا وبعد وفاة إدريس الأول وخاصة إدريس الثاني يعني بعد وفاة إدريس ثاني قامت كنزة التي جدت الأولاد ذي إدريس وزوجة إدريس الأول بتوزيع المغرب على حضاش الولايات ليوم حضاش الإبن الإدريس ثاني باش ما يتنازعوش معضياتهم كل واحد عطاتهم فكان حد يحيا بن إدريس ثاني بن إدريس الأول الأمير يحيا بن إدريس ثاني بن إدريس الأول لحد سلا يعني اخدا سلا وهي العاصمة الإمارات وما يحيط بها يعني المجال الحيوي دياله موقع استراتيجيا مهم موقع استراتيجيا مهم جدا فعلا وبقات عندما تفككت الدولة الإدريسية جاءت بعض الإمارات أمازيغية منها إمارات بنويفرين لتستدفس وتمد اللفوت دياله إلى سلاق وصل حتى السلاق حتى النهر أبي رقراق فأخذوا المدينة الرومانية القديمة سلا ولكن عرفوا بعض الضغوطات من طرف قبائل بورغواطا التي كانت قبائل بمنطقة تامسدا فكانت تضغط على بنويفرين الشيء الذي دفع بهم إلى أن يعني يمروا إلى الضفة اليمنى لحماية بالنهر أبي رقراق باش يخذوا النار دير أبي رقراق كدرع واقي كمجل من الهجمات ديال بورغواطا وفضلوا أن يسمحوا في سالة القديمة يعني اللي كان ديكسعية يعني سالة مدينة الرومانية فأسسوا نواة جديدة لما يعرف اليوم بعدوة سلا أو بين قوسين مدينة سلاة اللي بالنسبة لي على ليس إلا عدوة وليس إلا ضفة من ضفتين ديال سلاة بضفتها أو رباط الفتح بضفتها كأنه كتب على شلة أن تكون أصلا هي سلاة وبعدها ستنتقل إلى ضفة أخرى إلى الضفة اليمنى تماما لأن السلاة هي الأصل ملكهم عوض المرابطين والموحيدي اللي اخدوا مراكش اللي اخدوا مدينة فاس عاصمة خلاوا المدينة الإدريسية اللي عرفات جديدة وتوسيع في العهد المرابطي والعهد الموحيدي وجواوا بمحاداتها وبنوا مدينة جديدة بأسوارها وبمقوماتها الحضارية والحضارية كلها بالمساجد الأعظم بالمساجد بالحيل الملاح الحيل اليهودي بالتقساريات جميع المقومات الحضارية ديال المدينة بالساحة الكبرى وسموها ساس جديد ساس جديد بلسما لهم هو امتداد للمدينة الأولى